صحيح أم في قصة أتأكد منها صحيح الملك أخوان كارلوس ملك إسبانيا اتصل عليك في يوم وطلب منك توصيل رسالة للأمير عبدالله كان ولي العهد وقته في مشكلة بين إسبانيا والمغرب إيه هذه كانت يعني صراحة شيء غريب وأنا يعني حتى تحليل وإلى اليوم وش الحدث؟ الحدث أنه أنا في مكتبي كان مكتبنا في القريب من طريق الملك فاهد فأروح في الليل بعد المغرب الدوام المسائي ففجأة وأنا أداوم يعني في المكتب يتصل عليه موظف السنترال يقول لي فيه شخص يحكي أسباني هذا بعد ما درست وخلاص صرنا وكلاء المصنع صرت يعني نقلت أنا من أسبانيا للرياض أنا عرفه كثير يعني صرت عرف أسبان وعرب ونتصل على بعض علاقاتنا كانت كبيرة فأتصل عليه كلمني أنا استغربت تلفون الثابت تعرف أهلين فلان قلت له نعم قال معك اسمه كان خليان بالأسباني تعرف الأسبان كله خاء خليان قلت له سهلة قال أنا أكلمك من القصر الملكي في ثرث ويلة قصر الملكي تبع أسباني أنا يعني زي اللي ما صدكت هذا أخويك مقلب ولا شيء هي يعني تكلمني من قصر الملكي وش القصة يعني وش تبي أنا شكيت بس يعني بأخذ وعطي معاه قال أنا فلان وإنه لو سمحت أنه الملك أخوان كارلوف كان على وقت وهذا أنه حاب يتكلم مع الأمير عبد الله كان ولي عهد الله يرحمه هذه المرة في موضوع خاص بس يعني هل في ممكن وسيلة تعطينا تلفون أو تعطينا أنا ما حبيت سراحة أقول له ما عرفت وكيف الطريقة وكذا لأنني أنا داخليا حاس أنه يمكن فيها قلت له ما تأكد قلت له عطني تلفونك وارجع أكلمك قال لي اتفضل عطني أنا قال لي صديق في السفارة الأسبانية نائب السفير وكان صديقي يعني ويطلع معي تعرف افتتاحاتنا وماركاتنا الأسبانية كان عندي 15 ماركين اتصلت عليه فلان في السفارة كان بعد المغرب قلت يا خنا اتصل عليه واحد اسمه خليان ويقول لي أنا في القصر الملكي تقدر تأكد للمعلومة قال لي عطينا رقمه ما يهمه خمس دقائق ويقول لك المعلومة نسيت أنا حتى شويلا متصل عليه قال الموضوع صحيح وهذا الملك ايه إنه صحيح ولو تقدر يعني جزاك الله خير وهم فكرت وقلت اوكي ما عندي مشكلة يعني تكلمت القصر يعني مستشار عند الملك أنه لو تسمحنا جاني هالمعلومات هل تسمح أعطيه مش كانت المعلومات بالضبط لا أنه أنا يعني يبغون يكلمون طويل العمر فهمت كيف أنه هل تسمح أنه أعطيهم تلفونكم يعني علشان بس هو ما قالوا لك أنه هي القصة تتعلق بين لا يعني ما أذكر والله صراحة ذكرها لي بس أنه يبغى في موضوع يعني بس هي كانت قضية سياسية كانت جزيرة صغيرة فيها مشكلة بين المغرب وأسبانيا وكان حيحصل فيها تصادم يعني أذكرها أنا يعني هذه اللي يذكرون هالناس أول شيء يعني تدعي بينهم جزر مشتركة من الجنوب فقال لي بالعكس عطت تلفون إلا بالعكس هم اتصلوا قبل الظاهر بس لأنه ما جاهم رد فمتحمسين يعني فقال أنا عدوش ببالي أنا برجع أسأل هذا صديقي صديقي بعدين أنت من وين جاب رقم يعني كنت تعرف أنت بس الدنيا أنا سافرت وهو سافر لعد شفتها إن شاء الله الظروف إذا